اشتركوا في القناة تفجيرات ظهرت مرة اخرى لخط الغاز حدث رمضان قبل الماضي لاستشفت فيه 16 جندي ده غير طبعا الحادث الاخير عقب فضع تصامي ربع العدوية والنهضة الحقيقة انه هناك من يرى انه اللي بيحدث فيه سيناء يمكن يجب حرب الاستنزاف اللي شهدت عمريات كثيرة في هذا الوقت نفس الشيء الان بتفعله القوات المسلحة للقضاء على هذه البؤر والاوكار الارهابية الموجودة في سيناء ولكن هل الحل في مواجهة الارهاب دائما ما يكون هو حل امني فقط ام هناك حاجة لحل اجتماعي لحل ثقافي لحل اقتصادي علشان نجفف منابع الارهاب ما يكونش بس المعالجة هي معالجة امنية تخلي الارهابيين ينزلوا في السر مرة اخرى ولكن يبقوا على قوتهم وتفضل مشكلة موجودة بتؤرق مصر الحديث في هذا الموضوع معنا على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الاستاذ سريمان جودة بنرحب بحضرتك في الميل الاخبار كما نرحب طبعا بيه اللواء الدكتور عبداللطيف البديني استاذ ادارة الازمات مساء الخير يا سيادة اللواء مساء الله مرحب بالسيادة من القاهرة انا هبتدي مع سيادة اللواء الآن زي ما شادي قال يعني في عمليات ارهابية كثيرة في الفترة الاخيرة سواء في سيناء ايضا في موضوع وزير الداخلية ففي حالة من الترقب الشديد بيعيشها الشارع المصري ما يؤرق الشارع المصري الآن الموضوع الرئيسي في مصر هو الارهاب يعني بعد تلاتين ستة ما نشهده من عمليات كثيرة طيب خلينا ناخد مع اهم المستجدات تمديد حالة الطوارئ سيادة اللواء لمدة شهرين كيف يمكن ان يعني ننظر لتلك المسألة فيما يخص الارهاب الذي مازال مستدرات في مصر بالنسبة لتمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين انا اعتقد بشكل يقيني ان ده اجراء احترازي يعني ده اجراء احترازي بيتخذ الآن لبعض المموريات او المهام اللي مكلفة بها الاجهزة الامنية اللي بتحتاج ذلك يعني بتحتاج ولكن بالرغم من كده انا ما بحبس حالة الطوارئ يعني حالة الطوارئ القانون العادي ممكن ببعض المحافظات يعني المحافظة يعني زي شمال سيناء وده علشان برضو انعاش الاقتصاد شوية يعني انا بقول بصفة عامة ممكن جدا يبقى فيه تطبيق حالة الطوارئ او يطبق حالة الطوارئ لكن عملية حظ التجول تكون في بعض المحافظات مفتوحة شوية حتى يتاح حرية التنقل والاعمال وعشان الحالة الاقتصادية برضو خلي بالك ان اهم شيء في حالة الطوارئ اناسف في حظ التجول انه بتؤثر تأثير مش اقول كبير او صغير ده موضوع بتاع الاقتصادين لكن بتؤثر على العجلة الاقتصادية في البلاد ام ده بالتالي يتطلب ان احنا نكون عندنا نوع من الابشنز اللي انا اخدها في الاوقات وفي التوقيتات اللي هي خاصة وانا اعتقد ان الحكومة اكيد درست كل الابشنز المتاحة لها الخيارات المتاحة واختارت كل الخيارات المتاحة لها واختارت الخيار الاصلح في هذه الفترة يعني انا ما اعتقدش على المستوى الاقتصادي لانها يعني بشكل او باخر تقدم الاقتصاد او ركود الاقتصاد هيرجع بشكل مباشر الى اداء الحكومة ومش هيرجع لحاجة تانية اما هي اكيد اختارت يعني احسن الخيارات اللي هي هتنفعها في هذه الفترة اما بالنسبة للارهاب في سينة احنا يجب ان نخلط بين يعني النوعين دول من الارهاب الارهاب اللي في سينة وابتدى ياخد شكل حرب العصابات مع الاسف والحاجة الغريبة ان انا من الناس اللي حذرت اول واحد حذر ومع حضرتك في احد ما كنت موجود وقلتلكه حذبه سينة سينة هي البقرة المخيفة اللي يجب ان نتعامل معها بحذب في اي حكومة مصرية يجب ان تتعامل فيما يحدث في سينة بحذب لان التعامل القوي في سينة هو اللي بيثبت قوة الدولة المصرية علما بين هذا الكلام انا قلته من 2008 من بدء الاعمال وفي سينة احنا فقدنا احد شهداء الشرطة بردبة لواء اللي هو محمود عادل استشهد على ارض سينة بسبب هؤلاء هذه العطابات الاجرامية فانا كان بقول ان طبعا يعني القضاء على الارهاب في سينة ليه ادوات او تولز خاصة لكن يجب بادئ ذي بدء ان تفرد الدولة سيطرتها القوية على كافة الاراضي المصرية ومنها ارض السينة استاذ سليمان مفيش شك انه يعني الحل الامن الان هو حل هام جدا خاصة فيما يحدث في سينة ووجود كل هذه الجماعات والبؤر والاوكار الارهابية اللي وصلت للالاف انما هل حضرتك شايف انه الحكومة الموجودة الان بتعمل نفس اللي كان بتعمل الحكومات السابقة يعني الارهاب في التسعينات عولجة امنيا فقط هل احنا دلوقتي برضو بنعتمد الحل الامني فقط ام حضرتك بتشوف انه لا الحكومة عندها يمكن رؤية للحل الامني والحل الاجتماعي والحل الاتصادي لا انا شايف انه الحل يعني ما يحدث في سينة لا يجدي معه ولا ينفع الا الحل الامني سينة تحديدا هؤلاء المجموعات الموجودة فيها ما ينفعش تروح تتحور معهم وتتكلم معهم دول الناس لا ما فيش حاجة تبقى رادعة لهم الا الحل الامني لكن على مستوى بقى الدولة ايوة احنا عندنا في حاجة اسمها خريط الطريق معلنة من 3 يوليو اللي فاتح هذا هو الحل السياسي المطروح من بعد 3 يوليو ومن بعد عزل مرسل حل خريط الطريق بتكلم عن دستور الوبيضع الان وبتكلم عن انتخابات رئاسية بعد كده ثم انتخابات برلمانية وفي هذا في اطار هذه الخريطة هناك دعوات اطلقت كثيرا وكررت اكتر من مرة ليبقى هناك حوار ومش عايزة اقول التصالح او المصالحة لانه اصبحت كلمة سيئة السمعة انه هذه الكلمة اصبحت سيئة السمعة واصبحت سيئة السمعة بالسلب الطرف الاخر مش بسبب الطرف الدولة او الحكومة لانه كل دعوة اطلقت من اجل الحوار قابلها الطرف الاخر بالتجاهل بل وبالعناد في المضي في طريق العنف وفي التحيط على العنف وانا ما ادرش ابرأ اللي بيحصل فيه ابرأ الجماعة الاخوان او قيادات جماعة الاخوان تحديدا اللي هما محبوسين الان مما يحدث في سيناء لانه احنا عارفين انه احدهم وهو البلتاجي قال فيهم من الايام انه اذا الجيش تراجع عن قرارته في 3 يوليو فما يحدث في سيناء يمكن ان يتوقف فهذا معنى هو طبعا حاول ينكر الكلام ده بعد كده يقولك ده مش اصدي واصدي احنا متكلم بقى على كلام قيلة على لسانه ويجب ان يكون مسئولا عنه وجماعته يجب ان تكون مسئولا عنه فهو اذا معنى هذا الكلام اللي قاله البلتاجي في يوم من الايام انه اذا لم يكن هو وزملاء او قيادات الجماعة اللي معاه على اتصال مباشر او هم فاعل مباشر في المسألة في العنف في سيناء فهم لهم علاقة بما يجري هناك ولهم علاقة بفاعلي او بالجناه في هذه الموضوعات سواء عن مسألة غير مباشرة او من خلال التنسيق يعني هؤلاء كل جماعات العنف دي خرجت من عبائة الاخوان في الاصل يعني عبائة جماعة الاخوان كانت هي المظلة الكبيرة من خلالها خرج كل هؤلاء فلا تستطيع ان تبرق قيادات الاخوان المحبوسين الان والي هم في انتظار محاكمات وبعضهم يحيل افعلا الى المحاكمة مما يجري في سيناء لكن على المستوى السياسي اظن ان الحكومة حريصة على من خلال سلوكها وكلامها يوميا ان هي حريصة على ان يكون الحل سياسيا بس مهم حل سياسي مع من؟ هل مع حد مطارد في عنف او محرض على عنف مع المصريين؟ ده لا يجوز لانه ده الحل معي بحل قانوني مش حل سياسي اما حل سياسي فهو مع فيه هناك يجب ان نفهم انه الطيار الاسلامي اكبر من الاخوان الاخوان جزء من الطيار الاسلامي هناك حزب النور مثلا وده حزب سلفي موجود الآن ضمن خارط الطريق وموجود فيه جمعية تأسيس الدستور فده ممكن يبقى فيه مع كلام بس بشرط انه هو يتخلى عن طريقته اللي بيحاول يعني يعتمدها احيانا وهي طريقة الاخوان زمان هي الابتزاز ابتزاز الدولة او ابتزاز الحكومة ده لا ينفعش حد مثلا من قيادات حزب النور السلفي او الطيار السلفي فيخرج يقول لك احنه لا تنازل على المادة ٢١٩ مش حاجة اسمها لا تنازل ده انت بتتكلم انت لك عضو او عضوين في لجنة من خمسين واحد فما يتوافق عليه الخمسين يجب ان تخضع له لانك هنا بتتكلم عن توافق وطني حول دستور يجب ان يصدر في النهاية بروح مصرية مش روح اخوانية ولا سلفية ولا اي حاجة روح مصرية خالصة يحس كل مصري في هذا البلد انه الدستور ده اتصنع عشان وهو فده الحل السياسي يمكن ان ينجح ويمكن ان يكون له ثمار وفوائد اذا ما فهم اطراف العمل السياسي اللي هما حتى الان مترددين ان هما يكونوا طرف او يدخلوا في هذا الحوار فهموا انه هذا البلد مش بتحد وبتاع المصريين جميعا بس المصريين اللي هما يعني مؤترفين بهذه الدولة مؤترفين بقيمة هذا الوطن مقررين بالمبادئ الدولة المدنية مقررين بالمبادئ العامة بالدستور يعني خاضعين لكل الضوابط والقيود التي يمكن ان يخطع لها العمل السياسي في الحزب او غيره بس قبل ما نكمل اسئلتنا احنا نذهب للتقرير نعود بعده لاستكمال هذا الحوار عكست العمليات الارهابية الغادرة والجابانة التي استدفت مبنى المخابرات في رفح وكامين امني في منطقة النفورة بالمدينة بواسطة عربتين ملغمتين عكست مدى تغلغ الارهاب في سيناء على الرغم من الضربات المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة والاجهزة الامنية للقضاء على البؤر الارهابية واد هذا التفجير الارهابي الى استشهاد ستة جنود واصابة سبعة عشر اخرين منهم عشرة جنود وسبعة مدنيين من بينهم ثلاثة سيدات الى جانب تدمير عدد من المنشآت المدنية المحيطة بمنطقة الحادث تلك العملية الجبانة جاءت لتؤكد على ضرورة المضي قدما من جانب القوات المسلحة للقضاء على الارهابيين وخاصة بعد اعلان جماعة بيت المقدس الجهدية التابعة لتنظيم القاعدة مسئوليتها عن تنفيذ ذلك الهجوم الغادر التطورات الامنية التي تشهدها سيناء والبلاد عموما دفعت برئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور الى تمديد حالة الطوارئ السادية في البلاد منذ شهر لمدة شهرين اخرين وتشهد سيناء منذ الاشهر الاخيرة تصاعدا في اعمال العنف وخاصة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي حيث تنشت الجماعات الجهدية والخارجة على القانون في العديد من المناطق مستغلة حالة الفراغ الامني الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات عدد من الاحزاب والقوى السياسية والشعبية استنكرت تلك التفجيرات الارهابية ومنها حزب النور الذي دعا الى اجراء حوار مع العقلاء من ابناء سيناء لتحديد البور الاجرامية والقضاء عليها الملف الامنية وانتشار الخارجين عن القانون في سيناء يعدان من الملفات الشائكة الامر الذي دفع القوات المسلحة انطلق من مسؤوليتها بحفظ امن البلاد الى توجيه ضرباتها لتلك الخلال الارهابية وهو ما ترجم في عمليات المدهمة والاعتقالات التي طالت صفوف الارهابيين فضلا عن قتل العشرات منهم وضبط كميات كبيرة من الاسلحة المتنوعة الا ذلك لا تزال تواصل عناصر الجيش وشرطة عملياتهم المسلحة لليوم السادس على التوالي في قرى مدينتي رفح وشيخ زويد وكذلك في قارة الطويل في جنوب العريش بمحافظة الشمال سيناء حيث تقوم القوات بعمليات مدهمة للمنازل والبيت والقرى بحثا عن الجامعات المسلحة فضلا عن استمرارها في عمليات تدمير الانفاق على الحدود مع غزة التي يتم اكتشافها اولا باول كما تواصل السلطات اغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة من الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي وذلك على خلفية التوترات الامنية التي تشهدها سيناء اعلان جماعة انصار بيت المقدس عن مسئوليتها قبل ذلك عن المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يبرهن دون شك وبالدليل القاطع على تواجد الارهاب كحقيقة واقعة وتمدده من سيناء الى كافة الاراضي المصرية في محاولة اللى عرقلت مصيرة الدولة والنيل من وحدتها وتماسكها باثارة الرواب في المجتمع واستهداف المسئولين والمؤسسات والممتلكات العامة في الدولة مرحب بيكم مرة اخرى سيدة اللواء زي ما شفنا تفاصيل هذه الحادثة وما يحدث بالتفاصيل في سيناء يعني استاذ سليمان تفضل وشرح الموضوع بطريقة وكثير ايضا من المحللين بيرون ان هناك اتصال يعني مباشر او غير مباشر فيما يحدث في سيناء من عملات ارهابية فيما يخص موضوع الاخوان المسلمين في بداية الامر كانت فعلا هناك طرح لموجود مصالحة وزي ما تفضل الببلاوي وقال بانها اصبحت يعني لفظ او مصطلح سيء السمعة الحلول الامنية كانت الدولة بتتخذها قبل موضوع التسانيات فيما يخص حادثة الاكثر ولكن احنا عدنا مرة اخرى الى مربع غاية في الاهمية بان الحوار اصبح مع هؤلاء مغلق للغاية فكيف يكون الامر؟ يعني الدولة زي ما هي سيرف اتجاهها في النواحي الامنية او لابد من وجود حل سياسي مع اشخاص لا يريدون اي نوع من التوقف او الجلوس على طاولة الحوار او احنا بس اسمحي الاول سيمان بي قال كلام جميل جدا بس انا عايز اوضح حاجة صغيرة في المادة 219 المادة اللي هو الحزب المور المادة 219 دي مادة تفسيرية يعني انا لن تزيد من حقوق المسلمين شيء ولم تقل بين حقوق اخوة المسيعيين شيء اذا كانت المادة هي بتبين المصادر الشريعة ودي يمكن هتختلف مع الشيعة لان المصادر الموقع ابي جاء حقيقي المصادر اللي احنا مقدرين يعني فيه طرحة تانية للموضوع يا سيد اللي هو يعني يختلف عن ما تقوله حضرتك انه يعني مش لازم ان احنا نفسر ولا نقول المذاهب المعتبرة تعادل هذه الكلام وهوية مصري هي معروفة ولا نبيت التأكيد عليها خلال مادة حتى فردع منكم لن يزيد من الدستور شعري يعني لا هي فيها مشكلة مش ما فيهاش والله انا مش شايف انها فيها مشكلة انها تتشال او تتحط يعني دي مادة تفسيرية يعني اكتر منها مادة التفسيرية هي مشكلتها في التفسيرية دي اوادي تحمط علشان يعني مادة لها ولزومها لها لان هي مادة بتوشح المادة التانية بالضبط كده مادة التانية مساعدة الشعر مش راحة تبقى لمنظور معين يا أساس سليمان هو معلش بعدين الحركة احنا من يوم ما دخلنا كلية الحقوق لباية دلوقتي هي مصادر الشريعة واحدة نعم وليس بحاجة الى وضعها في دوستان ما اختلفتش وليس بحاجة هي مختلفتش سليمان بيه هذه المادة ممكن الاكتفاء بالمادة التانية وبتاع لان يعني انا قلت في الاول هذه مادة تفسيرية لن تزيد للمادة التانية للمادة التانية يعني انا مش شايف وجه خصويا ست انه ان المادة التانية محل توافق ورد يعني لكن المادة دي محل خلاف صحيح ايا كان الموضوع المادة زي ما قال حضرتك مادة هي بتقر امر واقع ما احنا قلنا مصادر الشريعة للاسلامية يعني انا وضع يوحل تفسيرها للتأكيد عليها يعني انا شايف انها يعني حزب النور بس عايز يبين انه هو يعني مهتم بالشريعة الاسلامية انا بكلامك جد ولاك يعني انا واموان حزب النور ليس موضوع بيجي بقى في الحل السياسي طبعا هو بص حتى بعد المعالجة الامنية لا بد من الحلول السياسية وحلول السياسية موجودة الاستفتاء الدستور حل السياسي مش ضرورة المصلحة في الحلول في الاستفتاء الدستور حل السياسي الانتخابات البرلمانية حل السياسي الانتخابات الرئاسية حل السياسي نيجي لسينا سينا دي يا سيدي الفاضل يجب قبل كل شيء تطهير ارض سينا بالكامل من الاوقار مش اقول بقى بس الارهابية الاجرامية بصفة عامة الموضوع ده مهم جدا انت متقدرش تبذل البذور في ارض غير صالحة للزراع دي نمر واحد الحل الامني اذا اخدناه في سينا مش هالسلح ولا هايكم الحل الامني فقط تقصد نعم الحل الامني فقط لا طبعا طبعا احنا الاول بنمهد الارض للزراع بعدين يجب ان هو الكلام ده انا قلته مليون مرة يجب تنمية سينا عنش في الاعادة افادة برضو يا سيدي يجب تنمية سينا يعني حضراتك ان احنا ننمي سينا دي مهم جدا يعني انا عايز اشغله واديله فترة ان هو هيشتغل والاهالي سينا هيشتغله والكلام ده كله لازم تنمية سينا تنمية سينا دي من الامور اللي هي هتساعد بعد القضاء على هؤلاء الارهابيين نقدر نعمل التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية ودي هتكون حاجة جميلة جدا بس انا عايز اقول حاجة برضو بص يا سيدي حكاية فكرة السينا دي والارهاب اللي فيها ده مخطط لي من زمان جدا خلي بالك بيرنرد لويس قال على تقسيم الوطن العربي والكلام ده كله وسينا كانت من الحاجات المخططات سواء في مشروع الشرق الاوسط الكبير او يعني مخطط موجود القضاء على هؤلاء مش بس يعتبر عملية استقرار للامن داخل مصر لا ده قضاء على هذه المجموعات الارهابية يعتبر قضاء على جزء من المخطط اللي موجود علشان تقسيم مصر طيب مستسلمان يعني بالنسبة لفكرة تنمية سينا اللي ذكرها سيادة اللي هو احنا عارفين طبعا كلنا انه خلال السنوات الفائتة كان هناك محظورات على تنمية سينا دولية واستجابت الحكومات المتعاقبة والنظام السابق لهذا ولم يتم تنمية سينا لأسباب معروفة للجميع سياسيا هل بتعتقد انه يعني دلوقتي هناك ارادة سياسية تستطيع ان تتخلص من هذه الضغوط الدولية لتنمية سينا وجعلها ثقل سكاني؟ اولا انا ما اعتقدش انه كان فيه محظورات دولية قبل كده على تنمية سينا بالنسبة للنظام الحاكم السابق وما كنا نسمع عن مشروعات ولا تنفذ ليه؟ محدش كان منعك كحكومة ولا كنظام حكم في ايام مبارك انك انت تتعامل مع سينا كمنطقة يجب ان تنمى تنمية حقيقية ايه؟ ماذا؟ مش يبقى تنمية سيحية في الجميع لا لا تنمية ايه؟ تنمية سيحية موجودة لا لا تنمية ايه؟ سينا كلها لها ستة سينا دي منطقة يعني يجب ان نقول مساحية ستة وستين الف كيلومتر مربع ايه؟ صحيح؟ يعني مساحة دول تقريبا من دول المناطق اللي حولينا فيها سينا منطقة عنايش صغيرة نمية اتنين فيها يعني منطقة واعدة لمن يريد كحكومة ان يعمل فيها لكن المهم هو انت يعني الارادة دي هل كانت متوافرة ايام الرئيس الاسبق مبارك؟ لا لم تكن متوافرة ايام موصوعي حضرتك لماذا لم تكن متوافرة؟ ايام مرسي هل كانت مقدش متوافرة ليش الاسباب خارجي الاسبق خاصة بالنظام نفسه ان هو اه يعني المسألة مش مطروحة على اولوياته كحكم ولا حتى ايام مرسي يعني هل هناك حد في العالم كان يمنع مبارك او يمنع مرسي من ان يتعامل مع سينا اه ارض مصرية ذات سيادة استعن يعمل فيها ما يشاء لا احد لكن هو مغلد الاحمال التقصير عدم ادراك خطورة بقاء سينا على وضعها الحالي ولذلك فالمسألة بقى حتى ايام مرسي المسألة زادت واصبحت اخطر لانه حتى ايام الرئيس الاسبق مباركة سينا لم تنمى لكنها كان هناك حرص على انها تتحول الى وقر الارهابيين والمجرمين في ايام مرسي فوجئنا بانه الرئيس الدكتور محمد مرسي المعزول اه حول هذه المنطقة لستة وستين الف كيلو متر مربع الى منطقة حاضنة للارهاب والاجرام واصبح بيطلع ناس مش متهمين مدانين في جرائم كاملة بقرارات عفو رئاسية ويصدرهم لسيناء وكأنه اصبح مورد مجرمين الى سيناء وارهابيين ويجيب ناس كمان شوفنا عدد كبيرة من الخارج جاءت في عهده الى سيناء وكان الاسب شديد